محافظة تعز اليمنية منذ ليلة أمس مواجهات عنيفة وحرب شوارع بين قوات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح التابع للإخوان وقوات أخرى تتبع للقيادية السلافي أبو العباس ماذا يريد أن يقول إصلاح تعز؟ خرج في تعز ولأول مرة بمسيرة منفردة بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق المقاومة ضد ميليشيا الحوث التي اجتاحت المدينة بالتزامن مع ذكرى عصفة الحزم التي أطلاقها التحالف العربي بقيادة السعودية مسيرة حاشدة دعا الإصلاح فيها إلى إنهاء الاختلالات الأمنية واستكمال تحرير المدينة التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة الميليشيا وتحاصرها من أكثر من جهة رفع الإصلاحيون صور زعماء السعودية والإمارات وأعلام الدولتين التي لم يتوقف علامهما عن التحريض على الحزب ونعته بالإرهاب في خطوة مستغربة أثارت الرأي العام الذي انقسم بين مستنكر ومبرر لموقف الإصلاح مسيرة الإصلاح أتت بعد أيام قلائل على المواجهات التي اندلعت بين الحملة الأمنية من جهة وكتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات من جهة أخرى ورغم أن الحملة انطلقت بتوجيهات محافظ تعز إلا أن مناوئ الإصلاح اتهموه بالعمل على استهداف خصومه السلفيين المدعومين من الإمارات تحت يافطة أجهزة الدولة الأمنية ردا على تحركات السلطة المحلية لضبط الخارجين عن القانون في تعز اتحدت وسائل علام التحالف وناشط القوى المحلية الموالية للتحالف في هجومهم على الإصلاح واتهامه تارة بتسخير أجهزة الدولة لتصفية خصومه وبالتحالف مع الحوثيين لضرب التحالف تارة أخرى اتهامات دفعت الإصلاح للخروج للفت الأنظار والتعبير عن موقفه ولأول مرة في مسيرة حاشدة يدعو لها باسمه ويرفع فيها شعاراته جدد تأييده للتحالف وأكد الاستمرار في معركة التحرير هل يحاول الإصلاح أن جات بنفسه مقدما تعز طعما لإرضاء الأجندات التي تحاول إغراقها بالفوضى وجرها لمستنقع فوضى عدن ولماذا القفز إلى خطب ود الإقليم بعيدا عن المصالحة الوطنية بين الأحزاب اليمنية التي يبدو أن إعادة ترميمها بات مستحيلا وأصعب من الهروب لخطب ود الحليف الإقليمي لدود الذي لا يخفي نواياه في محاولة اجتثاث الإسلام السياسي أسئلة واستفامات تثار مع كل مرة يهرب فيها الإصلاح من اتهامات وتحريض التحالف له إلى التأييد والارتماء في حضن أجنداته التي يقول اليمنيون إنها تبدلت وصارت تمثل عبءا عليهم وتطيل معاناتهم